صلى أعرابي مع قوم فقرأ الإمام قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فوقف على كلمة معي فقال رجل من الذين خلفه أهلكك الله وحدك وما ذنب الذين معك فقطع القوم الصلاة من شدة الضحك يستفاد من القصة السابقة أهمية تعلم علم الوقف والابتداء فما هو هذا العلم وكيف نتعلمه وأين نجده علم الوقف والابتداء من علوم القرآن الكريم وهو علم قائم بذاته يتعلق بقراءة القرآن الكريم يعني يعلمك أين تقف إذا قرأت القرآن وكيف تبدأ إذا قرأت القرآن الكريم وقد ألفت فيه مؤلفات من ذلك كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء للعلامة الإشموني رحمه الله وهو مؤلف ضخم فالقارئ الحاذق هو إذا قرأ القرآن الكريم يقف على مكان يعطي معنى مفيد وإذا ابتدى يبتدي من مكان يحسن الابتداء به فالأول هو علم الوقف والثاني هو علم الابتداء وكلها ذات همية كبيرة قال الإمام ابن جزري رحمه الله تعالى في منظومته المقدمة الجزرية وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف وقال في منظومته المباركة التي سماها طيبة النشر في القرآة العشر وبعد ما تحسن أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتداء روى أهل العلم رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وهذا الأثر ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 833 ذكره في كتابه التمهيد وذكره أيضا في كتابه النشر في موضعين لذلك أحبتي ينبغي لمن تصدر لإقراء الناس القرآن ولأئمة المساجد وحفظة القرآن عموما أن يعتنوا بهذا العلم عناية فائقة حتى لا يقعوا في وقوف خاطئة تغير معنى الآية تماما وسوف أضلب أمثلة في وقوف خاطئة كيف غيرت معنى الآية انتظرونا كنت مرة عند فضيلة شيخنا الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله إمام المسجد النبوي الشريف وقد وفقني الله تعالى بفضله وكرمه أن ختمت عليه ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم رحمهم الله وأخذت منه سند وإجازة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستفدت منه فائدة كبيرة في هذا العلم وقبل طالب يقرأ فوصل عند قوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به فالطالب قرأ للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا فوقف على كلمة لم يستجيبوا فانظر كيف غير معنى الآية تماما يقول الله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسن هنا وقف صحيح المهرض يبدأ والذين لم يستجيبوا ويكمل الآية فقال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا أي جعل الذين لم يستجيبوا أيضا لهم الحسن الحسن فانظر كيف تغير المعنى تماما طبعا الشيخ نبهه على خطأه وخطأ هذا الوقف وعدل له والشيخ علي الحذيفي حفظه الله من يلاحظ قراءته به الجامعة قرأ أحد الطلاب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة وقف على كلمة وسبعة فغير المعنى تماما الله تعالى يقول فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني السبعة إذا رجع إلى أهله والثلاثة أيام صومها في الحج فهذا لما وقف على كلمة سبعة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة جعل السبعة يصومها مع الثلاثة أيام في الحج فانظر كيف أن الوقوف الخاطئة تغير المعنى تماما يقرأ من سورة فاطر من قوله تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير قرأ هو الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وقف على والذين آمنوا كلمة آمنوا فجعل الذين آمنوا أيضا لهم عذاب شديد مثل الذين كفروا وعياذا بالله هذا خطأ جدا فادح وطبعا هو لا يقصد لكن نفسه انقطع لذلك ينبغي القارئ الحاذق إذا أحس أن نفسه يريد أن ينفعه يقف في مكان يحسن الانتهاء به حتى لا يقع في مثل هذا الخطأ الفاحش طبعا الأمثرة في الوقوف الخاطئة في الوقف والابتداء كثيرة جدا ولكن اكتفي بما ذكرت طلبا للاختصار الآن سوف أعطيكم بعض الوصايا والنصايح لضبط وإتقان هذا العلم أول شيء لا بد من التركيز في الآيات التي تقرأها مع تدبرها وإذا نفسك انقطع تحاول أن تقف في مكان مناسب مما يساعد كثيرا في فهم وضبط علم الوقف والابتداء أن يكون لديك دراية في علم التفسير وفي علم الإعراب لأن علم الوقف والابتداء يعتمد على فهمك للآيات فإذا فهمت الآيات عرفت أين تقف وأين تبدأ وقد أوصاني شيخي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني إمام المسجد الحرام حفظه الله أوصاني بوصية جامعة نافعة مفيدة في علم الوقف والابتداء نفعني الله بها سوف أذكرها لكم وأرجو من الله تعالى أن ينفعكم بها أنتم أيضا أقرأ على فضيلة الشيخ عبدالله بن عواد الجهني حفظه الله وقال لي إذا ردت أن تضبط باب علم الوقف والابتداء فإني أوصيك وأنصحك أن تشتري كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء للعلامة الأشموني رحمه الله وهو من أوسع وأفضل الكتب في هذا الوقف وقال وتشتري مع الكتاب مصحف خاص فيك لا تقرأ إلا من هذا المصحف وتعلم الوقوف على المصحف تعلمها من الكتاب منار الهدى في الوقف والابتداء ومع الزمن وكثرة القراءة من هذا المصحف سوف تحفظ وتضبط هذه الوقوف فسعت بوصية الشيخ وطبقتها ونفذتها كاملا والحمد لله اشتريت الكتاب وقرأته كاملا واشتريت مصحف خاص به وعلمت المصحف كاملا من أوله إلى آخره من كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء وقد نفعني الله تعالى بهذه الوصية أيما نفع والحمد لله واستفدت منها كثيرا وأنا أنقولها لكم لتستفيدوا أنتم أيضا منها حضرة شيخنا المقرئ المسند الشيخ إلياس بن أحمد بن حسين البرماوي حفظه الله استفدت كثيرا من نصائحي وتوجيهاتي في علم الوقف والابتداء وفي علم التجويد أسأل الله تعالى أن يجزي عنا مشايخنا خير الجزاء ويجزل لهم الأجر والثواب ويحفظ الأحياء ويرحم الأموات وسوف أضع لكم متابعين الأعزاء بعض الأوراق من مصحفي الخاص للفائدة والاطلاع وأشكر لكم حسن متابعتكم وفي أمان الله الشيخ عبد العواد حفظه الله نسيت أن أذكرها لمن صعبت عليه هذه الأمور صعب عليه علم التفسير وصعب عليه علم العراب وصعب عليه أن يقرأ في كتب علم الوقف والابتداء قال لي الشيخ حفظه الله أدنى الكمال أن تضبط الوقوف المرسول على مصحف ملك فهد وتحفظها وهذه الوصية أوصاني بها الشيخ حفظه الله ممكن قبل أكثر من 15 سنة في عام 1422 هجري ونفعني الله تعالى بها أي ما نفع فأسأل الله تعالى أن يجزي عنا الشيخ ومشايخنا خير الجزاء ويجزل لهم الأجر والثواب ترجمة نانسي قنقر